بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد نقتبس من كتاب سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للإمام المحدث المفسر الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي عنه ونتابع في سعة علومه صلى الله عليه وسلم يقول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه رفع الدنيا له وإراءته إياها كما وأنه صلى الله عليه وسلم رفع الله له الدنيا فنظر إليها روى الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد رفع لي الدنيا فأنا أنظر إليها وإلى ما هو كائن فيها إلى يوم القيامة كأنما أنظر إلى كفي هذه ويشهد لهذا الحديث ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها الحديث كما تقدم بل أراه الله تعالى جميع الأشياء كما روا مسلم وغيره عن أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار الحديث فعمت رؤيته صلى الله عليه وسلم لجميع ما هنالك واطلع عليه والحمد لله رب العالمين